بالمغرب مصدر جامعي يرد على الشرط الجزائري قبل البدء فضلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا إعجابكم بالمقطع لأن الإعجابات تساعد هذا المحتوى على الانتشار بشكل أكبر حسب الموقع الإلكتروني إيس بريس مصدر جامعي يرد على الشرط الجزائري وكتب الموقع الإلكتروني إيس بريس أوضح التقارير إعلامية أن الجزائر تواصل رفضها طلب المغرب السماح ببعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بالصفر جوا مباشرة من المغرب إلى مدينة فوسنطينة الجزائرية للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا للعبين المحليين وتحتضن الجزائر لأس إفريقيا للعبين المحليين خلال الفترة الممتدة ما بين الثلاثة عشر من يناير الجاري والرابع من فبراير المقبل وأشرت المصادر نفسها إلى أن الجزائر قد توافق على الطلب المغربي شريطة أن تتنقل البعثة المغربية عبر طائرة تابعة للخطوط التونسية وليس الخطوط الملكية المغربية ومن جهته أكد مصدر مسؤول بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تصريح خاص به أن الجهاز الوصع على القرى الوطنية لم يتوصل بأي جديد حتى الآن وتنتظر جامعة القرى قرار الكونفيدراليا الإفريقية لقرة القدم كاف لحسم موضوع مشاركة المغرب في الشان من عدمها وأنتم أتركوا لنا رأيكم في التعليق هل المنتخب من الوطن المغربي سيشارك في الشان الجزائري أم لا وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديدنا